أساليب تطوير المنهج المدرسي لتطوير المنهج المدرسي أساليب منها التطوير الجزئي والتطوير الشامل أما التطوير الجزئي فيرتبط بالمفهوم التقليدي للمنهج والذي يقصر المنهج في المقرارات الدراسية والكتب فالتطوير هنا يتناول جزءاً أو عنصراً واحداً ويهمل العناصر الأخرى للمنهج المدرسي كأن يتناول المحتوى أو طريق التدريس أو غير ذلك وهذا التطوير الجزئي من أساليبه أسلوب الحذف كأن يحذف فصل أو موضوع من المقرر الدراسي أو تحذف بعض الصور أو التدريبات أيضا من أساليب التطوير الجزئي أسلوب الإضافة كأن يكون هناك فصل أو موضوع للكتاب المقرر يتم إضافته أو تضاف مادة دراسية كاملة لم تكن مقررة من قبل أيضا من أساليب التطوير الجزئي التعديل ويكون بتقديم درس أو موضوع معين في ترتيب المقرر الدراسي أو بتأخيره عن مكانه وذلك بسبب سهولة هذا الموضوع أو صعوبته أما التطوير الشامل فيستند على المفهوم الحديث للمنهج والذي يهتم بمساعدة المتعلم على النمو الشامل عقليا مهاريا وجدانيا اجتماعيا ومن هنا يتناول هذا الأسلوب في التطوير كل عناصر المنهج المدرسي فيشمل الأهداف والمحتوى وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة وكذلك التقويم كما يتناول التطوير التوجيه والإشراف التربوي وأيضا تدريب المعلمين على تنفيذ المنهج المدرسي المطور اشتركوا في القناة